اشتركوا في القناة لكن اعيز افهم معنها ايه بالتفصيل ايه موصفتها عايز اخد بعض الامثال عليها عشان افهمها بالتفصيل طيب المسود هي عبارة عن دوال ده التاريخة العربية بتاعتها والدوال هي مجموعة من السطور سطور البرمجة او عبارة عن برنامج فرعي البرنامج ده بيؤدي وظيفة معينة يعني ايه انا عايز اعمل مسود اذا هيكون مكونة من سطور معينة سطور برمجية معينة الهدف منها في النهاية ان انا بقدي وظيفة معينة يعني ايه الكلام ده عايز اعمل مثلا مثال يعمل لي عملية طباعة طيب عشان خاطر اعمل عملية الطباعة بروح اعمل دلة بديها اسم معين بكتب مجموعة من سطور البرمجة اللي بتحقق لي الوظيفة بتاعت الطباعة طيب هل ليها مواصفات معينة ليها مجموعة من المواصفات من خلال مواصفاتها او من خلال صفاتها هنفهم يعني ايه دلة او يعني ايه مسود الدلة هي عبارة عن برنامج فرعي زي ما اتفقنا اهم ما فيه ان انا اقدر عمله عملية استدعاء اكتر من مرة ركز على الجزء ده مهم جدا يبقى انا كتبت مثلا دلة مكونة من 10 سطور كود هل لما يجي اشتغل على الدلة ديت وعملها عملية استدعاء هكتب العشر سطور كود يبقى انا كده ما استفدتش حاجة لا ده انا بكتب بس السطر بتاع الكل بتاع عملية الاستدعاء يبقى عبارة عن برنامج فرعي اقدر استدعاءها اكتر من مرة يعني اقدر بعد لما كتبت مثلا 10 سطور كود دول وكتبت الاسم الدلة دي اي اسم وليكن مثلا برينت مي اروح اعمل للبرينت مي ديت استدعاء اكتر من مرة زي ما انا عايز طبعا ده بيوفر لي وقت وجهد كبير جدا الدلة بتحتوي على مدخلات ومخرجات احيانا احيانا بيكون لها مخرجات هنعرف يعني مدخلات ومخرجات الدلة واحنا بنشتغل على امثلة الدلة لها كذا اسم مثلا ممكن تسميها دلة بالعربي ممكن تسميها function ممكن تسميها sub-proteins ممكن تسميها sub-proteins ممكن تسميها method اشهر مصمعتها هو موضوع الميصد اللي موجود عندنا في الكتاب طيب انا بحتاجها ليه الدلة ديت بحتاجها علشان خاطر تحقق لي 3 اهداف اول حاجة جعل البرنامج مركب اللي هو بيسموه modularity اقدر اعمل عملية اعادة استخدام طبعا اكتر من مرة اللي هو reuse وانا اقدر اعمل عملية اخفاء للأوامر اللي هو بيسموها abstraction طيب نشرح الكلام دي بالتفصيل جعل البرنامج مركب على فكرة ده اهم شيء في الدلة من اهم مزايا الدلة انها البرنامج بيكون برنامج كبير جدا في مثلا الف سطر كود فانا علشان خاطر اشتغل بنوع من التنظيم بقسم البرنامج الكبير جدا ده لمجموعة من البرامج الزغيرة البرامج الزغيرة ديت اللي بيسموها sub protein او بيسموها function او بيسموها functions او بيسموها دوال او بيسموها methods هو ده اللي بيخلي الشغل بتاع البروغرامر بيكون شغل منظم ومرتب ويقدر بعد كده اعمل عملية مثلا search عن دلة معانا وكتبها بتحقق الوظيفة معانا يلاقيها بسهولة فانا مثلا عندي برنامج على حسبة برنامج كبير جدا البرنامج ده انا بقسموه المجموعة من البرامج الزغيرة برنامج يجمع برنامج يطرح برنامج يضرب وهكذا طبعا اقدر اعمل عملية استدعاء لكل برنامج زغير اللي هو بيسموه method كل method على حدة تمام لما احتاجها هل ممكن استدعاء مرة حدة لا ممكن استدعاء اكتر من مرة طبعا ده بيساعدني طالما قسمت الاكواد لمجموعة من البرامج الزغيرة يبقى انا كده قسمت وظيف البرنامج كل وظيفة منفصلة على حدة هو ده الهدف من البرمجة طيب كبان اقدر اعمل عملية اعادة استخدام reuse يعني ايه انا بكتب الكود مرة واحدة بس بكتب كود الدلة مرة واحدة بس بعمل عملية استدعاء ان شاء الله حتى 1000 مرة ما فيش اي مشكلة خالص طبعا ده من اهم المزالة حققتها ايه method رقم 3 موضوع اخفاء الاوامر ده موضوع مهم جدا هشرح لكم بمثال عشان تفهموه اللي هو abstraction انا مثلا عندي قبل كده خدت method method هي method تابع للكلاس اللي اسمه g option bin method دي انا خدت اتنين method واحدة بتظهر لي رسالة والتاني بتظهر ال input dialogue اللي هو show message dialogue و show input dialogue دي هو عبارة عن اتنين method انا دلوقتي عايز اروح اعمل عملية استدعاء اللي method الميسود دي تظهر لي رسالة اللي هي show message dialogue طيب سؤال هو انا لما بروح اقول له show message dialogue هل بحدد له الزرار شكله ايه لونه ايه هل بحدد له title bar بتاع الميسود شكلها عامل ازاي هل بحدد لون الخلفية بتاعت الرسالة هل بعمل كل الكلام ده لا كل الكلام ده موجود بالفعل موجود داخل الميسود ديه لكن انا بروح اعمل لها عملية كل فقط طيب هل انا مطالب بان انا اعرف الاوامر المكتوبة داخل الميسود ديت اللي كتبها البروجرامر لا انا مش مطالب بيها خالص هو ده موضوع اخفاء الاوامر يبقى انا مش محتاج اروح اعرف ايه هي الاوامر او الاكواد المكونة المكونة للميسود الخاصة بالshow message dialogue زي مثلا لون الزرار حجم الزرار بتاع الميسود زي لون title bar حجم الرسالة هتكون ادي ايه مكانها مكانها طبعا بالنسبة للشاشة size بتاعها اديه طول في عرض الكلام ده كل يبقى انا بالنسبة لي افضل فايدة حققتها للدلة ان انا في دوالة عندي مثلا للدوالة الجاهزة بتأدي وظيفة معينة انا مش محتاج اعرف ايه الاكواد بتاعتها او استور المكونة للدلة انا كل اللي بعمله الدلة دي بتأدي لي وظيفة معينة بروح اعمل لها عملية كل افضل مثال للكلام ده موضوع الشو مستج ديالوج والشو امبوت ديالوج هناخد مثال المثال ده هيفاهمني يعني ايه دلة انا عندي كلمة public وعندي كلمة void وعندي كلمة static كل الحاجات ديت هنشرحها بالتفصيل بس انا عايز اعمل دلة فبكتب public مثلا هنا void وبكتب اسمها print me ممكن حد يقول لي طب يعني ايه public void هنشرح الكلام ده بالتفصيل انا هنا هيهمني اسم الدلة الدلة اسمها print me بعد لما بكتب print me بكتب اقواس بالشكل انت شايفينه دوات وبعد كده بفتح كرل بريسز عشان اكتب مجموعة من سطور البرمجية انا هنا عايز اروح اعمل عملية طباعة فبكتب system.out.println وهكتب ما بين double quotations هكتب كلمة welcome يبقى انا عايز اروح اعمل طباعة لكلمة welcome ده بالنسبة لكتابة سطور الدلة تعالي اعمل الكلام ده عملي انا عندي برنامج نتبين زفادي خالص ومفوش اي حاجة خالص علشان خاطر اشتغل هاجي هنا انا هنا ده بالنسبة لي هو المين كلاس بتاعي ده المين كلاس ودي الميسود بتاعتي اللي اسمها main method طبعا الكلاز ده ممكن تسميه اي اسم تمام زي ما اتفقنا بلا كده بساميه مثلا اي اسم وبخلي كمان الاسم الملف اللي هو مثلا انا هنا عندي مين وهنا عندي اسم ملف main.java فمسلا لو خليت الكلاز ده سميته شريف يبقى لازم اكون شغالة على شريف.java ده بالنسبة للكلاز طيب بالنسبة للمين ميسود ديت المين ميسود ديت زي ما احنا عارفين قبل كده انها اول جزء بيتنفس داخل برنامج الجافا طبعا هابعد عنه خالص هنزل تحت كده وهيجينا في جزء داخل طبعا الكلاز هروح اعمل ايه اه ميسود جديدة هقول له public void وقلنا هنعرفهم يعني ايه public واني void ويعني static كل الكلام ده هنعرفوه هقول له public void وروح اعمل لي ميسود الميسود يسمها print print me هروح افتح اقواز فاضية كده وبعد كده روح افتح كريل البريسة عشان هكتب سطور البرمجة بتاعتي هقول له system dot out dot print print عايزك تروح تطبع لي كلمة welcome انا كده كتبت مجموعة سطور البرمجة الخاصة بالميسود اللي اسمها print me ما فيش اي مشكلة خالص طب عايز اروح اعمل call للدلة دي عايز اروح اعمل call للدلة دي هنفتقرض مسلا الدلة دي مكونة من اكتر من سطر يعني خليه مثلا كلمة welcome بعد كده اقول له مثلا sheref وهنا مثلا free for learn انا عندي كم سطر برمجة عندي 3 سطور داخل ايه الدلة دي طب انا دلوقتي عايز اروح اعمل عملية طبعا لكلمة welcome وشريف وfree for learn هل اروح اكتبهم تاني يعني هل اجيه كده اخد الكلام ده كده copy paste انا طبعا عشان خاطر اعمل الكلام ده بروح داخل main method بتاعتي وروح اعمل المنظر ده هل كده ينفع يبقى انا كده محققتش اي هدف من اهداف الدلة خالص اما انت بتعمل ايه لا انا بكتبش الاكواد دي تاني انا بروح بس اعمل call لاسم الدلة بروح اعمل call لاسم الدلة المكونة للسطور ديت طيب الدلة دي اسمها ايه اسمها print me اولا عشان تستعمل الدلة ديت لازم بتروح تكارية object الابجكت ده بيكون object من الكلاس هنفهم الكلام ده في موضوع اسمه object oriented programming بتعمل الكلام ده ازاي بقول له main ده اسم الكلاز بتاعي اسمه main والم كابتال اللي زي ما انت شايفين main واكتب مثلا اي اسم وليكن مثلا هنسمي الابجكت ده هنسميه حرف الام يبقى main m be equal new main بالمنظر اللي انت شايفينه كده يبقى انا كده كاريت كاريت ايه object من الكلاس اللي اسمه main من الفصيلة اللي اسمها main بعد كده اقدر بقى اشتغل داخل الايه الميسود ديت اروح اعمل لها عملية cool اروح اعمل لها عملية cool ازاي هي الميسود دي مش منبر من الكلاس الرئيسي اللي اسمه main اه يبقى تقول له m اللي هو الكلاز اللي اسمه main dot واروح ادور على اسم الميسود ديت اسمها ايه اسمها print اسمها print me هاي هو ده كل الموضوع هقول له m dot print me طبعا ايزا اروح اعمل لها عملية cool تانية هقول له m dot print me واه كزا يبقى كده اعمل لها عملية استدعاء مرتين وبسهولة جدا في المرة الواحدة هيروح يطبع لي كم سطر هيروح يطبع لي 3 سطور تمام اروح شغل البرنامج طبع لي welcome shereef free for learn welcome shereef free for learn اظن كونك تكتب سطر واحد كود بيوفر لك 3 سطور هو ده الهدف من البرمجة وبكده يكون انتهى وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته